بعدما تمر به المرأة المصابة بسرطان الثدي من تحديات بدءا من اكتشاف الإصابة وتشخيصها مرورا بفترة العلاج التي تنتهي في الغالب باستئصال جزئي أو كلي للثدي المصاب تأتي عملية ترميم الثدي بعد استئصاله وتعد من العمليات التجميلية الشائعة لتصليح شكل الثدي بعد رحلة علاج شاقة الهدف من العملية هو تخليق ثدي بشكل تراكمي لكي يتوافق مع بقايا الثدي الطبيعي ويتم ذلك بناء على استشارة الطبيب هناك نوعان من العمليات لترميم الثدي الأول يسمي بالجراحة الترقيعية ويستخدم فيها أنسجة من أي جزء من جسد المريضة لتخليق هيكل الثدي النوع الثاني أطلق عليه اسم الزرع التوالدي وفيه يتم نقل أنسجة من الفخذ أو البطن حصرا كونها تناسب أنسجة الثدي في تكوين نفسه من جديد وفي بعض الأحيان يلجأ الطبيب إلى ترميم الثدي بكلتا الطريقتين للحصول على نتائج تلائم المريضة وبحسب مختصين فإن الثدي المرمم سوف يتغير شكله وحجمه خلال أشهر قليلة وقد تتعرض المريضة بعد عملية الترميم إلى مضاعفات صحية أبرزها النزيف أو الإصابة بالعدوى في مكان الجراحة أو بطء التآم الجرح ترجمة نانسي قنقر